أهلاً فيكم برج العدراء فهنشوف شو هي توقعاتك العاطفية من أول الشهر إلى آخر الشهر القراءة مثل دائماً راح تكون للبرج الشمسي وقمري والطالع وأيضاً تقبل العكس يعني إذا أنت عم تتعامل مع برج العدراء ممكن تحس أنه بعض الأشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة للطاقتك أو قريبة من طاقتك طبعاً مثل دائماً القراءة عامة فيعني مش راح تنطبق على الجميع ولكن راح يكون فيه ممكن رسالة بالفيديو أو إشي تحس أنه أنت بتنربط فيه أو بفيدك فاخد من الفيديو الأشي أو من القراءة الأشي اللي ممكن يفيدك ممكن تستفيد منه وترك الأشي اللي ممكن تحسها غير منطبقة أو سلبية أو يعني مش هم تستفيد منها لأن القراءة عامة فيعني مش راح تنطبق على الجميع راح نبلش بطاقتك بعدين طاقة الحبيب أو الشريك وشو خطواتكم في المستقبل ومصير العلاقة بينكم بعدين ممكن نسحب كروت بطاقتنا التوضيح إذا حسين أنه فيه إشي بدنا نوضحه نبلش بكروت النصيحة لبرج العدراء أولا بالأبراج اللي عم نساوي لها قراءة عم نشوف إنها كثير منغلقة على حالها وإنت أيضا يا برج العدراء كثير منغلق على حالك هالفترة مش عم نتعبر عن مشاعرك تجاه الشخص اللي عم تتعامل معه كتوم أيضا بدك تحتاج بهالجهة بإنك تقيم أولوياتك أو اهتماماتك وإذا كنت تركت هواية أنت بتحبها أو تركت إشي أنت بتحبه ارجع للإشي اللي ممكن يحقق لك التوازن بحياتك عم نشوف عندك بفرص العمل أو في عندك فكرة جديدة كرياتيب أو فكرة إبداعية حاليا لدك تشتغل عليها أو بها الشهر هو الوقت المناسب إنك تشتغل عليها لأنه ممكن تحقق إشيات كتير إنجابية وبعدين فهالإشي اللي عم تشتغل عليها رح يقود عليك بثمار كتير إيجابية إذا عم تفكر بشخص أو عم تفكر بالماضي أو عم تعود بذكايات بالماضي يمكن تكون في يومك يعني عم تفكر بإشي بالماضي أشخاص بالماضي أشخاص بالماضي في حدا ممكن يعود أو في إشي ممكن يجعلك بهالفترة ووقت إنت ممكن مش عم تتوقعه أو ممكن ما تتوقع إنه يصير هالإشي لأنه يعني أنت مجرد ما إنك تفكر بإشي معين هاي بتعتبر من طاقة الجذب أو مانفستيشن ففي إشي عم تفكر فيه رح يعود عليك أو رح ترجع لك الطاقة اللي طلعتها في وقت إنت مش عم تتوقعه أوكي بالذات إذا حسيت إنك انظلمت بإشي معين أو انظلمت مع شخص معين أو في شخص تركك أو قطعت تواصل معك أو مش عم تحكي مع شخص عم شوف إنه رح يعود عليك بوقت إنت مش متوقع أو في شخص رح يفوت بحياتك بوقت إنت مش متوقع بالنسبة لطاقتك يا درج العذراء حاليا عم شوفك مش كتير متمركز عم شوفي إشي كتير عم تطلع عليها في أفكار كتير براسك عم تطلع عليها في أيضا عروض حب عديدة عم تقدم لإلك أشخاص كتير عم تنحط بطريقك فرص عم تنحط بطريقك احتمالات عم تنحط بطريقك وإنت عم تفكر أمل أفضل منهم لإلك أشوف في تفكير أيضا وفي عندك نية بالحكي أو بدك نوع من التواصل مع شخص تواصل سريع بدك تواصل سريع مع شخص ماذا حكيت لك في حدا رح يجي بحياتك بوقت أنت غير متوقع ورح يصير في تواصل أو كليك على طول رح يصير في حكي سريع ممكن البرج اللي رح يفوت على حياتك ممكن يكون هوائي أيضا هنشوف أنت الأكبر من هالشخص أو الماضج أكتر من هالشخص ممكن طاقة حبيبك ممكن الشخص اللي عن تتعامل معه يكون برج مائي برج ترابي بس بتوقع الطاقة الترابية بيكون تكون طاقتك مائي هوائي ممكن عن تتعامل مع برج السرطان ممكن عن تتعامل أو أي برج آخر بس يعني في عندك السرطان هون الشخص اللي عن تتعامل معه كتير مركز على الحب كتير مركز عليك أنت أيضا لأنه في عنده ورود حب عن يحاول يقدمها لإلك وبيعتبرك سولوية هالشخص هو عن يحاول يقدم لإلك عرض حب ولكن متوقع أنه من ضمن عدة ورود إجيت لك أو رح تجيك يا برج العبرى لأنه أنت في وضع بدك تختار بما أنه هالشخص في عنده إشي بده يقدمه سنجل يعني إشي واحد بده يقدمه كاسة حب كاسة مشاعر اعتراف بالحب تواصل بس أنت محوط بكتير اختيارات بدك تختار منها من نسبة لطاقتك أي المستقبل عم شوف أنه أنت في فترة تقدم أو بدك عم تشتغل بفترة تقدم عم تحاول تتجنب الدرامة أو عم تحاول تتجنب الصراع بحياتك لأنه عم شوفك بالمستقبل من فترة هدوء رح يعني رح يجيك بالمستقبل رح تمر من فترة هدوء إلى فترة مشاحنات من حكي إلى فترة منافسة قوية أيضاً لأنه هذا ممكن يكون منافسة بالمجال العملي ممكن يكون بما يخص الفكرة أو المشروع اللي أنت عم تحاول تقدمه أو ممكن يكون حتى بما يخص هالشخص اللي بده يقدم لك عرض حب ممكن يكون في منافسة ممكن تمر أيضاً بمنافسة أشخاص عديدة رح تقدم لك عرض حب في أشخاص أيضاً إذا اخترت حبيب أو إشي في أشخاص مش رح يعجبها هالإشي رح يكون في منافسة وفي صراع فمن فترة هدوء الأمور عندك رح تختلف ورح تتغير بسرعة رح تمر بمرحلة نزاع وكونفلكت لأنه عم شوفك أنت في هدف براسك وفي طاقة تقدم أنت يعني مركز على هدف ومركز على إشي معين وما بتوقع رح تأثر عليك هالشوشرات الجانبية لأنه أنت اللي تطرح لإله للأخير هو ثبات التزام ارتباط جاد حلاقة جادة بالنسبة للشخص اللي عم تتعامل معه ممكن يكون شخص ما عنده صبر كتير لأنه عم يحس يعني بالمستقبل عم شوفه عم يحط مجهود ولكن بيحس أن المجهود مش رح يرجع له بالنتيجة اللي هو بدي إياها ونظر للأمور وبدو الوضع معك يكون في شوي من الصداقة أو شوي من العفوية أيضا ممكن يكون الشخص اللي عم تتعامل معه أصغر منك بالسن وإنت أكبر منه بالسن لأنه أوراقه صغيرة فهالشخص بده ممكن يكون مش كتير أو أنت بتحس إنه هو مش كتير جاد بعلاقتكم مع بعض أنت كتير متردد بأنك تقبل عرض الحب اللي عنده أنت بتعرف إنه هو عرض حب صادق ولكن بنفس الوقت بتعرف إنه هالشخص ممكن مش كتير تعتمد عليه لأنه من النوع اللي بيمل بسرعة أو من النوع اللي بيتعب بسرعة ما في عنده الصبر اللي أنت موجود عندك أو الاستمرارية اللي أنت موجود عندك يعني فممكن يكون أيضا برجناري اللي عم تتعامل معه وطاقته كتير أو شخص ما بيحب يقعد بمطرح واحد فترة طويلة فأنت مع إنك تتعرف إنه هو مشاعر يعني صادقة إلا إنك مش متأكد كم رح تدوم هالشاعر كم حدها شهر شهرين وبعدا الشخص رح يمله رح يقرر إنه خلص إذا إذا العلاقة ما كانت لأنه هو بنظهر إنه هو بده إشي كتير فن بده إشي دائما يكون مرح دائما يكون فيه احتفالات فعم ينظر إلى العلاقة من جهة واحدة وأنت عم تنظر العلاقة من جهات متعددة أكبر يعني هو عم يشوف الجهة الإيجابية منها وفقط بده الجهة الإيجابية وأنت عم تنظر إنه هل ممكن هالشخص يستمر معك حتى لو الأمور كانت مش منيحة ومش إيجابية؟ هل مستعد إنه يخط مجهود بالعلاقة؟ فهي أسئلة إنت بتسألها لحالك؟ بدنا نسحب الكروت توضيحية نشوف نشوف هالشخص هل رح ياخد خطوة تجاهك؟ لأنه في عندك هون برج هوائي في عندك برج ماري أيضا فبدنا نشوف البرج الماري هل رح يقوم بخطوة تجاهك؟ أو هالشخص رح يقوم بخطوة تجاهك؟ لأنه إنت عم شوف كتير منطقي بدك إشي ملموس وبدك أي علاقة عابرة وهالشخص بده يعني بده إشي فن ممكن تكون أنت اللي أكبر من هالشخص وهالشخص عم يحس إنه غيره مستعد أيضا إنه يفوت بعلاقة إيجابية فهالشخص الشخص اللي عندك هون بيحس إنه إذا أعطاك مشاعره رح يؤثر على وضع المادي وهو حالياً عم يحاول يبني وضع المادي أكثر فمشان هيك هو بده الأيور تكون بينكم بسيطة أو عفوية لأنه بيحس هو أهداً هالشخص عنده مخاوف فعنده مخاوف من إنه إذا أعطى للعلاقة إهتمام كتير عالي أو إذا أعطى للعلاقة وأعطاك إنت وفتح لك قلبه ممكن إذا تركته أو إذا فشلت العلاقة رح تأثر على جوانب أخرى من حياته ورح تطب يعني رح تأدي إلى التاور كايل رح تأدي إلى رح تنهد الأساسات عنده ومن ضمها الأمور المادية والأمور المادية كتير مهمة عم شوف لها الشخص لأنه غم يحاول إيذني حاله فهو مجانا هيك غير مستعد بتوقع هو أصلاً أيضاً غير مستعد لأنه واحدة من الأسواب اللي هو غير مستعد اللي هو مادياً ويحاول يشتغل على حاله أكتر لأنه يعطي اهتمامه تام للعلاقة وإنت بدك شخص يعطي اهتمامه تام للعلاقة طيب بلنا نشوف العلاقة بينكم هل رح تمته إلى ارتباط جدي ممكن يكون مش زواج أو خطوبة ولكن هل رح ينتهي إلى ارتباط جدي هل هالشخص رح يقرر أنه هو بالفعل ينظر إلى الأمور بطريقة جدية أكتر فخليني نشوف بالذات إذا هو برج ناري اللي عم تتعامل معه الأبراج النارية ما بتحب تنربط بعلاقة أو إشي مثل هيك فلننشوف حتى الأبراج الهوائية بس الأبراج الهوائية عادة بتكون طاقتها شوي أهداً من النارية النارية بتكون إجرسيف طيب فهالشخص رح يختار أو رح يقوم بقرار لأنه في عندك جوجمينت قائد فرح يصير في حكم بداية عاطفية جديدة جوجمينت قائد فرح يختار قرار هالشخص بأنه يقوم بخطوة تجاهك والغالبية إنه الشخص اللي رح يجي تجاهك هو برج ناري ممكن يكون في عندك عدة اختيارات ولكن الشخص اللي رح يقوم بالخطوة تجاهك لأنه حالياً والغالبية عم حس إنه هو عم يحاول يرتب الأهور ما بين وضعه المادي ما بين وضعه العاطفي ولكن عم شوف بآخر المطاب هالشخص جوجمينت رح يختار قيار بإنه يكون معك أيضاً ممكن تكون واحدة من الأسواب اللي هو لسه صعب عليها قرار إنه في بينكم بعد والمسافات لأنه جزء من قلب تحكي عنه ممكن أنت في بلد وهو في بلد آخر ممكن تكونوا كتير بعيدين عن بعض ولأنه رح يقوم بقرار هالشخص بأنه يجي ناحية تكون ممكن يكون حكي ممكن يجي يحكي معك أو ممكن يسافر لحتى يشوفك أي كانت طريقة إلى إنه الهدف منها إنه بداية عاطفية جديدة معك Ace of cups فهو بده يبدأ صفحة جديدة أو بداية عاطفية جديدة وتكون جدية تكون الفونديشن تبعها أو الأساس تبعها استمرارية عم شوف الوضع لحيكون كتير إيجابي بالمستقبل وكي حوايوي برج العذراء بتمنى القراءة تكون فاديسكم وحبيتوها إذا حبيت القراءة لا تنسى تحوط للايك وكمينت شير وسبسكريب إن شاء الله رح شوفك في فيديو القادم شكرا لكم جميل موسيقى